نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرا صحفيا للاحتفال بمناسبة الذكرى الوطنية ليوم الشهيد وذلك تزامنا معبد احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم وقد تم خلال المؤتمر الصحفي تم الاعلان عن انشطات وفعليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام تزامنا معبد احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم نظمت جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب مؤتمرا صحفيا للاحتفال بهذه المناسبة الوطنية تم من خلاله الاعلان عن انشطة وفعليات الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم لهذا العام واكد اللواء اشرف احمد شريف مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب أن احتفال القوات المسلحة بهذا اليوم الذي يوافق ذكر استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض والذي عكس تلاحم القائد مع جنوده في الصفوف الأمامية وأن ذلك الاحتفال يأتي تأكيدا على وفاء القوات المسلحة لشهدائها الأبرار الذين جسدوا بأرواحهم أسمى معاني الوطنية والفداء وسطروا أروع الملاحم البطولية لتبقى راية الوطن عالية خفاقة مؤكدا أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والرياضية والاجتماعية لأبنائها من أسر الشهداء ومصابل عمليات الحربية تقديرا لما قدموه من تضحيات لإعلاء كلمة الوطن